موعد النشط الاقتصادية مباشرة من قناة الجزار الدولية أهلا بكم بداية قال وزير الاقتصاد الألماني روبيرت هابيك أن على الألمان البدء في توفير استهلاك الطاقة الآن ليصبح أكثر استقلالا عن الوقود الأحفوري الروسي إذ يبحث البلد صاحب أكبر اقتصاد في أوروبا عن طرق لخفض واردات الغاز والنفط من روسيا ردا على الحرب في أوكرانيا وأضاف هابيك في مقابلة مع مجموعة الفونك الأعلامية كل كيلومتر لا تقطعونه بالسيارة يسهم في تسهيل الابتعاد عن إمدادات الطاقة الروسية كما أننا نحمي بذلك المناخ أيضا وأشرها هابيك لأن ألمانيا يمكنها أن تصبح أقل اعتمادا على الوردات الروسية إذا قلل المواطنون من استهلاكهم للطاقة مقترحا استخدام القطارات وركوب الدراجات الهوائية بدلا من قيادة السيارات كلما تسنى ذلك قال رئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بنوك الدول غير الصديقة تؤخر سداد ثمن موارد الطاقة الروسية وأضاف بوتين أن أوروبا لا يمكنها الاستغناء عن الغاز الروسي في الوقت الراهن وأمر رئيس الروسي الحكومة بالعمل على تنويع صدرات الطاقة وإعادة توجيهها من الغرب إلى الشرق كما تنوي موسكو زيادة حصة التسويات بالعملات الوطنية بشكل جذري في الصدرات محاولة الغرب بعد روسيا عن سوق الطاقة واستبدال شركات الطاقة الروسية أثر على الاقتصاد العالمي سنعد سوق العملات المحلية للتحول إلى التسويات بالعملات الوطنية الدول غير الصديقة تقر بعدم قدرتها على الاستغناء عن موارد الطاقة الروسية بما في ذلك الغاز أوروبا لا يمكنها الاستغناء عن الغاز الروسي في الوقت الراهن سنعمل على تنويع صدرات الطاقة وإعادة توجيهها من الغرب إلى الشرق قال وزير الطاقة في كازاخستان بولات أكشولاكوفين بلاده تتوقع أن يستانف خطها رئيسية لتصدير نفط حبر روسيا عملياته بالكامل مع نهاية شهر أفريل الجارية لكن ما زال ينتبه القلق حيال التأثير المحتمل للعقوبات الغربية أو مشكلات الشحنة ووقفت محطة الشحن في البحر الأسود التابعة لاتخاذ خطوط أنبيب بحر قزوين عمليات الشحن عبر اثنين من مراسلها الثلاثة مع نهاية شهر مرسل ماضية متذرعة بأضرار وقع جراء العواصف القوية ويجري شحن نحو ثمانين في المئة من صادرة النفط الخام من كازاخستان عبر المنشأة التي تقع على سحل البحر الأسود في روسيا واضطرة الدولة إلى تقريص الانتاج لأنها تنتظر إجراء عمليات إصلاحها الولايات المتحدة ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي بواقع 15 مليار متر مكعب خلال الأسبوع المنتهي يوم الجمعات الماضية وتتدول عقود الغاز الطبيعي خلال التعاملات على ارتفاع بنسبة 2.19% واستقرت عند مستوى 7.15 دولار لكل مليون وحدة حرارية مع استمرار الحرب في أوكرانيا وهذه البيانات سيكون لها نعكسات ملحوظة على أسعار الغاز الطبيعي بالتدولات المقبلة رفعت وزارة البترول المصرية الجمعة أسعار البنزين بـ 0.25 جنيه ضمن المرجحة الربح السنوية فيما ثبتت أسعار السولارة ويأتي قرارات لجنة التسعر التلقائي للمنتوجات البترولية في مصر كل 3 أشهر وارتفع بذلك سعر بنزين 80 أكتان إلى 7.5 جنيهات وبنزين 92 أكتان إلى 8.75 جنيه وبنزين أكتان 95 إلى 9.75 جنيه في المغرب أعلن المكتب والوطني وللكهرباء والما عن تشجيل ارتفاع قياسي في فاتورات مشتريات الطاقة بأزيادة من 25 مليار درهم خلال السنة الجارية مقارنة بسنة 2021 بفعل زيادة أسعار الطاقة دوليا وتأزم الوضع في أوكرانيا هذا وستشكل المحروقات نسبة كبيرة من تكلفة إنتاج الكهرباء إذ من المنتظر أن تصل إلى 64% في السنة الجارية مقارنة بسنة 2021 حيث بلغت 44% إن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار المحروقات والكهرباء على المستوى الدولي انعكس وسينعكس سلبا على توازنات الاقتصادية والأوضاع المالية للمكتب حيث يقدر أن تبلغ فاتورة شراء المحروقات والكهرباء برسم عام 2022 حوالي 47 مليار درهم فاصل سبعة تشهد فرنسا أزمة حدة في مادة الزيت بعد تعليق العديد من الدول تصدير المادة الأولية في إنتاج زيت دوار الشمس المنتج بكمية كبيرة في روسيا وأكرانيا ترتفع الأسعار بشكل كبير في الأسواق الفرنسية على غيران الكثير من الفرنسيين يجد مارك مالك مطعم بالعاصمة باريس صعوبة في الحصول على كمية من زيت المائدة وإن وجدت فإنه يقتنيها بأسعار يقول عنها أنها تضاعفت أكثر من مرتين منذ بداية الحرب في أوكرانيا في غضون بضعة أشهر تضاعف سعر الزيت إلى مرتين ونصف قبل الحرب في أوكرانيا كان عند يورو أربعين سنتا ويورو خمسين سنتا اليوم نقتنيه بثلاثة يوروهات ونصف يورو حسب مناطق بيعها في كثير من الأحيان عندما أحصل على الإمدادات فإنهم يقومون بتوزيعها دفعة واحدة في الأسبوع وعليه فنحن أمام سباق للحصول على الكميات المطلوبة ندرة زيت المائدة وارتفاع أسعاره في كل المدن الفرنسية يبرره مالكه شركة إنتاج زيوت المائدة بالتوقف التام لإمدادات عباد الشمس القادمة من أوكرانيا أهم مصدر لإنتاج الزيوت النباتية عالميا عمري أكثر من ستين عاما وأنا أقوم بهذا العمل لمدة أربعين عاما ولم أشهد أبدا أزمة بهذا الحجم وبمثل هذا النطاق وضوح الرؤية ضعيف للغاية لكن المؤكد أننا لم نشهد أزمة بهذا الحجم من قبل الأزمة في أوكرانيا تسببت في توقف تام لإمدادات عباد الشمس وبالتالي نحتاج بشكل عاجل إلى اللجوء إلى الإمدادات الأخرى بذور الصوجة تمثل جزءا من إمداداتنا إلى جانب بذور زيتية أخرى على غرار زيت النخيل المستدام لكن يجب أن نجد قدرا كبيرا من الملونة لضمان استمرار نشاطنا وتمثل روسيا وأوكرانيا نحو ثمانين بالمئة من إنتاج زيت عباد الشمس عالميا وتسببت الحرب في منطقة البحر الأسود بتعطل وصول ستين في المئة من صادرات هذا المورد يعيش لبنان أزمة خبز جرأ نقص مدة القمحة طوابير طويلة أمام الأفران في معظم المدن اللبنانية خلفت موجة من الاستياء لدى المواطنين اللبنانيين طوابير غير متناهية واحتجاجات عارمة أمام الأفران على وقع هذه المشاهد يقتني اللبنانيون الخبز بعد رفع المصرف اللبناني الدعم على القمحة الزيادات المتتالية في هذه المادة وتقنين بيع الرغيف ثنائية أدت إلى امتعاض شديد لدى المقيمين في دولة لبنان اليوم ما في أزمة أمح كأمح أمح في كتير أمح في بواخر بالبور والمطاح الملياني أمح بس في أزمة أمح مدعوم وأمح مش مدعوم الأزمة هي مكملة كما يلي مصرف لبنان بعد مدعم البواخر وقت بيدعم البواخر بيبطل في أزمة أبدا أمح في كتير بالبلد المطاح الملياني أمح بس أمح مش مدعوم إن قطاع الخبز في لبنان إضافة إلى عدم تأمين القطاع الزراعي وحالة عدم اليقين عن أفق زمني لتسليم القمحة عوامل وأخرى ثاقمت من تدهور النشاط التجاري للمخابز وعثرت سيرورة عملها المشكلة أنه ما كل المطاحن عم تشتغل في مطاحن كتير واقفة شو سبب وقوفة لأنه ما عندهم أمح مدعوم وهذا اللي عم يعمل أزمة مع تأزم الوضع في أوكرانيا التي تعد من أهم منتج القمح في العالم وما تبعه من انعكاسات باتت تهدد الأمن الغذائي في عديد دول العالم في طليعتها لبنان التي تعاني أسوأ أزمة مالية ومعيشية وباتت أزمة الخبز تطبع يوميات اللبنانيين هناك حتم النصر ومشاهدين نذكركم على المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة